موسيقى يشهد العالم العربي بشكل عام وبعض الدول بشكل خاص انتشار ظاهرات زواج القاصرات الامر الذي يشكل جدلا كبيرا حول فائدة ومضار ذلك الزواج الذي يعتبر بشكل عام انتهاك للحريات العامة وانتهاك لحريات الطفولة بشكل خاص ويتعد ذلك الى الاتجار بالبشر حسب المعيير الدولية التي تعتبر ذلك الزواج قائم على المنفعة بالدرجة الاولى والتي يكتسبها والد الفتاة القاصر الذي يقوم بتزويجها اما لكهل او حتى لشاب من اجل منفعة شخصية نتابع معنا التقرير التالي من اربد موسيقى تصفف شعرها الاسود وترتدي مريولها الاخضر لتبدأ مرحلة جديدة من مراحلها الدراسية في المدرسة واذا بها تنسح من بن رفيقاتها في المدرسة لتلبس فستان الزفاف الابيض وتدخل القفص الذهبي وهو الزواج وتصبح زوجة وهي في سن الرابعة عشر وهي ما زالت تلهو وتلعب بالالعاب هذا ما يعرف في الزواج المبكر للفتاة اي ان تتزوج الفتاة قبل سن البلوغ مما ينتج عن ذلك مشاكل صحية ونفسية واجتماعية لا يزال الجدل مستمرا حول موضوع الزواج المبكر للفتيات في المجتمع الاردني فما بين مؤيد ومعارض وكل له وجهة نظر صدرت دراسة عن المجلس الاعلى للسكان تضمنت ارقاما حول الزواج المبكر للفتيات وما يرافقه من نتائج متعددة كالانجاب لاعداد كبيرة من الاطفال مما سيؤثر على صحة الام وعدميني للاطفال حقهم من الرعاية على كافة النواحي الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية والله انا بالنسبة لمن الناس المعارضين الو بشدة لانه الزواج المبكر بيأذئ له ضرر كبير على البنت لانه البنت بتكون اول اشي لساتها مش واعية بالحياة في امور كثيرة مسئوليات كثيرة ما بتتعلمها البنت الا من بعد مواقف بعد ما تكبر يعني بعد مرحلة الثمنتعش للخمسة وعشرين مثلا خلينا نقول انه البنت هاي الامور ما رح تكذت تتعلمها الا بهاي المرحلة فانه ما بتكون واعية عليها فهذا الاشي بيأثر كثير سلبا منه عليها وعلى حياتها الزوجية وعلى ولادها ظلم بيكون للبنت لانه بعدها ما خبرت اي اشي بحياتها ما شافت اي اشي لسه بعدها مش واعية وحين حاليا بزماننا الحالي سن الوعي كثير زاد يعني كانت البنت زمان واعية عدى 14 و15 هسا عدى 18 و20 لسه البنت بعدها ما تترفش تطبخ ولا شافت اي اشي بحياتها فاكيد انا ضد انه البنت الزوج بكير لا تزال العائلات في المجتمعات الفقيرة تزوج الفتيات في اعمار صغيرة حيث لا تنهي الفتاة تعليمها الثانوي بسبب الزواج وفي حالات اخرى يلجأ الكثير من الاباء الى تزويج بناتهم في سن المبكر ضاربين بعرض الحائط كل سلبيات الزواج المبكر ومتمسكين بفكرة العفاف والطهر اي بمعنى اخر ان الدافع الرئيسي ان لا تقع في الحب والغرام فهذا اكثر ما يخلقهم باختصار ان الزواج المبكر عبارة عن كارثة اجتماعية سببها الفكر الخاطئ وقلة الواي ازن الحاسي لبرنامج من نوفينا اشتركوا في القناة